كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بخير كده خلصنا نواعي من العيد الاساسية عملنا الكحك وعملنا البسكوت والغريبة والبيتيفور عملنا البيتيفور بالزبدة بوصفته الاصلية دلوقتي انت لو ما عندكيش زبدة نيوزلاندي او زبدة بلدي وعايزاه ياخد طعم البلدي كده ممكن تعمليه باي زبدة عندك بجزء من الزبدة وكمان تحط عليه جزء بسيط من السمنة البلدي وانا نزلت فيديو قبل كده ازاي تعملي سمنة بلدي من وش اللبت المقادرة عندي 300 جرام من الدقيق عندي 128 جرام من الزبدة عندي 90 جرام من السمنة البلدي وعندي كمان 100 جرام من السكر البودر وبيضة كبيرة وهحط لها كمان صفار بيضة ولو البيضة عندك مش كبير او يحب احطي واحدة بيض نبدأ بقى الطريقة بتاعتنا اول حاجة الزبدة والسمنة هيكونوا من التلاجة بس طلعهم من التلاجة قبل الشغل يعني يفك شوية علشان تقدر تضربيهم بالمضرب 128 جرام من الزبدة وعندي 90 جرام من السمنة هتعيريهم ازاي بقى لو عندك ميزان يبقى كويس لو ما عندكش ميزان المعلقة المعيارية السمنة لو بحرارة المطبخ او الزبدة بحرارة المطبخ المعلقة المعيارية ممسوحة عبارة عن 13 جرام يعني 17 يعني 7 معالق من الزبدة عبارة عن 90 جرام السمنة دي 90 جرام عبارة عن 7 معالق معيارية ممسوحة وبرضو الزبدة يسيها بنفس الطريقة هنحط السكر البودر ولازم ان احنا ننخله سواء كان سكر بودر شرياء جاهز او سكر بودر عامله في البيت طحناه في البيت لازم تنخله عبارة عن 100 جرام 100 جرام يعني حوالي 3 تربع كوباية هنضرب ده كله مع بعضه لغاية لما الزبدة والسمنة يفوروا كده والقوام يبقى كريمي خالص زي كريمت الزبدة وتلاقي اللون بقى فاتح في الوقت ده هتنزلي بقى بالبيضة البيضة دي حجمها كبير علشان كده انا حطتها وحطت معايا سفار بيضة كبيرة تاني لكن لو البيضة عندك متوسط يبقى حط بالطين هنحط البيضة الاولى ونخفق لغاية لما تختفي وبعدين تحط البيضة التانية او سفار البيضة زي ما عملت كده وبعدين تخفق تاني سفار بيضة لي لان انا كنت عايزة البيضة الكبيرة ونص بيضة كمان فاخدت السفار لو عندك البيض متوسط حطيه بالطين هنضرب باقي تاني كده شوية دقيقة او دقيقتين لغاية لما تبقى كريمية خالص والخليط كله يمتزج مع بعضه وما تنسيش تحط الفانيليا مع البيض بعد كده هننزل بالدقيق 300 جرام يعني كوبايتين من الكوبات المعيارية الكوباية تكون ممسوحة وهننخل الديق ونبدأ ان احنا نقلبه لو انت عاوزة تعمليه كله بالكاكاو يبقى شيل معلقتين من الديق وحط عليهم معلقتين كاكاو وقلبيهم مع بعض لو عايزة تعملي نص فانيليا ونص شكولاتة في الحالة دي اعملي اخد جزء الفانيليا الوحده وبعدين جزء الشكولاتة حط معلقتين كاكاو عليهم شوية زيت كده وقلبيهم في بعض وبعدين ننزلي بيهم على الخليط كده انا هعمل كله فانيليا كده جاهزة خالص العجينة تقوامها بالشكل ده الميزة بقى في العجينة دي ان انت تقدر تشكلها بالكيس وتشكلها بالمكانة في نفس الوقت هي يعني جامدة شوية او تقيلة شوية عن البيتيفور اللي عملته قبل كده في الفيديو اللي فات فهنا انا هشكل بالكيس وهنا لازم تشكله كل مرة واحدة يعني ضخ كل العجينة اللي عندك بتاعت البيتيفور كلها على الصواني اي كمية انت عاملها سواء بالكيس او بالمكانة علشان لو سبتيها شوية ممكن تتقل منك وما تقدرش تشكلها بسهولة بعد كده بعد ما تخلصي ضخ البيتيفور ابدأي زينيه ودخليه الفرن هنا بقى لما تعملي بالكيس انا عاملة بالنجمة دي لو انت عاوزة البيتيفور يكون رؤياء يبقى خلي التب قريب من الصاج او من الصينية علشان تطلعها رؤياء لو انت عاوزها عالية ممكن تبقي ترفع التب شوية عن الصينية وبعدين تبدأي تضخي وقت تزيني البيتيفور لو انت هتلزقي كل اتنين مع بعض يبقى لازم تعملي عدد زوجي دي حاجة الحاجة التانية لازم تكون حباية البيتيفور رؤياء شوية يبقى خلي اديك قريبة شوية من الصينية او من الصاج علشان لما تلزقي اتنين في بعض ما تبقاش ضخمة اوز بعد ما ضخيت كل كمية البيتيفور او كل العجينة هنبدأ بقى ان احنا نزينها شوية مكسرات انصاف مكسرات يعني نص حبة بندق نص حبة لوز وهنحط عليهم شوية صغيرين من عسل النحل او شوية سيرب لو ما عندكيش عسل نحت علشان نقدر نلزقه بسهولة على وش البيتيفور لان بعد ما البيتيفور بيستوي الحب ده بيقع منه لو هو مش ملزوق كويس فالعسل هنا او السيرب هيساعد ان الحباية تفضل ملزوقة حتى لما يستوي ممكن كمان تستخدمي مربة مش مش يعني اه تعمليها كده تدهينيها وبعدين تحطيها على وش البيتيفور هندخلوا الفرن على مية وتمانين درجة الرف الاوسط خمسة وعشرين دقيقة بعد عشرين دقيقة بتشغالي الشواية على الهادي وبدأ الفصاج في كل ناحية علشان ياخد كله لون واحد وطبعا ما تغفليش عنه علشان ما يتحرقش او علشان ايه ما فيش جزء ياخد لون اكتر من التاني البيتيفور هنا حلو جدا سهل ان انت تمسكيه آآ عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا بالنسبة لبيتيفور اللي هو بيترى شوية او بيرطب والبيتيفور اللي بفضل ناشف اللي بيرطب ده بيبقى في نسبة صفار كبيرة اللي بيفضل ناشف كده ومقرمش بيبقى معمول بالبياض لذلك في محلات بتعمل بالبياض اكتر بقى البياض اكتر فيه علشان يعني بيعملوا كميات كبيرة هيقعد فترة فعلشان مايرطبش بسرعة نيجي بقى بعد كده بعد ما خلاص برت خالص هنبدأ ان احنا نزينه هنامله بالشوكولاتة انا هنا طبعا استخدمت مربة مش مش علشان الزق البتيفور في بعضه تكون المربة ما فيهاش قطع يعني او لو هي عندك مربة قطع ممكن بالبلندر كده فروميها شوية علشان تقداري تلزق بيها آآ كمان هنزين بالشوكولاتة شوكولاتة بيضة شوكولاتة بني انا هتاخدي نص قلب من كل نوع النص قلب ده حوالي ميت جرام هيكفي يعني ايه هي بقى ميتين جرام شوكولاتة عندك مية من البيض امية من البني للتلتمين جرام دقيقة اللي احنا عملنا ههم او الكمية البيتفور اللي احنا عملناه. معظم الناس عندهم مشكلة في تصفح الشوكولاتة مع انها بسيطة جدا. كل اللي انت هتعمليه هتحط كسرجة مية على النار يكون حجمها اصغر شوية من البولة اللي انت هسياحة فيها الشوكولاتة علشان ما يطلعش ميتبخار. المية اللي تغلي هتحط البولة عليها ولما المية تغلي هتنزلي فيها الشوكولاتة وتفضلي تقليبي كده وطبعا تطفي النار بمجرد ما المية تغلي وما تكونش المية من لمسة البولة اللي فيها الشوكولاتة. هتطفي النار وبعدين تفضلي تقليبي بقى فيها علشان لو بسبتيها هتتحرق. كمان لو فضلت معرضاها للحرارة عالية كتير هتتحرق وهتتشاف منك. فحتى ممكن تنزليها خالص من على لما تلاقيها بدأ التسيح كده تنزليها خالص من على الكسرولة وبعدين تبدأي تقلبي 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 لغاية لما توصلي للقوام ده القوام السيل ده. لو عاوزة تدي لمعة حلوة للشوكولاتة وعايزها تتيح اسرع يبقى اضيفي معلقة زيت لكل بولة وقلبي لغاية لما تتيح معيك. هناخد حبة البتفور ونحطها في الشوكولاتة. لو انت عندك مكسرات مجروشة ما تكونش مجروشة خشن خليها تكون نعمة كده زي جوز الهند. طلعي البتفور من شوكولاتة وحطيه في المكسرات. ولو ما عندكيش مكسرات استخدمي جوز الهند. وممكن تستخدمي كمان بشر شوكولاتة. ابشوريها كده وطلعي البتفور وتحطيها فيها. وممكن مش ضروري خالص كفاية الشوكولاتة. هنا قلتلكم كمية الشوكولاتة البيضة والبني كافة كمية البتفور اللي عندي وتبقى شوية سغيرين كده. هبدأ ان انا اعمل بيهم خطوط وتزينوا باي حاجة بقى عندكم اي حاجة بالشوكولاتة البيضة. هحط عليها شوكولاتة بني خطوط من الشوكولاتة البني. والعكس اللي هي بالشوكولاتة البني هحط عليها خطوط من الشوكولاتة البيضة. وزي ما قلتلكم الفيديو اللي فيتطلع البتفور من الشوكولاتة حطيه على ورقة زبدة علشان ما يلزقش. دي حاجة الحاجة التانية لو ما فيش ورقة زبدة استخدمي كيس التلاجة. افتحيه كده بمقص وفردي وحط عليه البيتفور هيطلع معاك بمتهاء السفولة. لو الجو حر يبقى احتفظ بالبيتفور جوه التلاجة حطيه في علبة وحطي كده طبقات وبين كل طبقة والتانية حطي كيس بلاستيك. هيفضل محافظة على شكله والشوكولاتة مش هتتيح ويتبعدل. كده خلصت الفيديو بتاعي يا رب يكون عجبك واشوفكو على خير بازن الله في فيديو جديد.